السلام عليكم طلابنا العزاء بالمرحلة الأولى بقسم الهندسة الميكانيكية بمحاضرة جديدة بمادة مهارات الحاسوب سنكمل بالمحاضرة الحالية موضوع لغة الماتلاب وتعرفنا على أوامر هاي اللغة فرح ناخذ اليوم موضوع العمليات الرياضية الماثماتيكا و اوبريشنز طبعا ندلنا بالماتلاب يعني عمليات المرمجة تتركز على الأرقام والأرقام احنا شير يريد نجري عليها الأشياء اللي نجريها على الأرقام هي يعني جزء من عدها هي عمليات رياضية يعني العمليات الرياضية الأساسية اللي هي الجمع والطرح والقسمة والضرب والرفع للوسوس وإلى آخره هاي العمليات طبعا العمليات الضرورية لأنه احنا ك يعني مهندسين تعاملنا رح يكون مع الرياضيات مع حل المسائل الرياضية ويهمنا نوصل دائما إلى حل رقمي يعني جوابنا مو فقط يكون جواب نصي أو تعريف أو شي جوابنا يكون يعني تصميم هندسي بأبعاد بأرقام إجابة لازم تكون بالأرقام مثل ما تعرفون الرياضيات هي لغة العلم ولهذا من الضروري أنه ونتعلم كيف يعني نجري العمليات الرياضية الأساسية يعني عن طريق لغة الماتلاب من نجي احنا نكتب برنامج ونحاول نطبق بهاي العمليات الرياضية راح جاب هنا يعني فهذا مشكلة ممكن نوضحها بالماتلاب يعني سيضا نجي على الماتلاب هنا على شاشة الماتلاب خلي نظف الشاشة بالCLC يعني عندنا مثلا خلي نقول مجموعة أرقام خلي نقول خمسة في مثلا مثلا هم خمسة زائدا اثنيا حلا مثلا اربعة ناقصا مثلا ثلاثة في تسعة هاي مجموعة أرقام يعني كتبت هاي بسطر واحد زين هسا نيجي على الماتلاب زين هل الماتلاب راح يجي مثلا يضرب هو شي خمسة في خمسة اللي يطلع لي خمسة وعشرين وبعدين الخمسة وعشرين يجمعها ويا اثنيا يصير سبعة وشي ويقسم على أربعة يعني هل هذا هو الشي اللي يسوي أو يجي مثلا يضرب الخمسة في خمسة ويخليها على جهة وبعدين يجي يضرب الثنين على أربعة على جهة الصير نص والثلاثة في تسعة هم على جهة وبعدين يجي ناتج الأول يجمعها ويا ناتج الثاني ويطرحها بيناتجة ثالث يعني طريقة من يجي الماطلب يشوف قدامه معادلة رياضية كيف يجري أو كيف يرتب العمليات الرياضية هل أكو فد أسباقية معينة يتبعها البرنامج في تنفيذ العمليات الرياضية هذا اللي نطلق عليه اسم أسباقية العمليات الرياضية حقيقة أكو فد أسباقية منطقية يعني تطبق بالماطلب وهي كذلك بالرياضيات تعتبر يعني شي صحيح أول عملية رياضية دائما ينظر لها الماطلب أو بنيجي نفذ الجملة البرمجية هو العمليات ما بين الأقواس يعني أي شي إنت تريده يتنفذ بالبداية قبل كل شي تخلي بين أقواس فنقول أي الأقواس يعني أنا بنرجع للماطلب إذا تريدت أول عملية مثلا تنفذها خلي نقول الخمسة في خمسة فرضا ولو هي رح تتنفذ بالبداية خليه داخل الأقواس أوكي فييجي الماطلب وتريد مثلا خلي نقول الكلاثة في تسعة أيضا تخليه بين أقواس فأي شي بين الأقواس يجي الماطلب أول شي ينفذه يعني يجي يضرب الخمسة في خمسة ما يجي يجمع الويالة الاثنية ليش؟ يدور على غير قوس وأنه قوس آخر ثلاثة في تسعة فييحسب الخمسة في خمسة ويحسب الثلاثة في تسعة يخليهم على صفحة وبعدين يجي ينفذ بقية العمليات الرياضية فأول شي ينفذ الماطلب بالجملة البرمجية ما بين الأقواس العملية الثانية اللي ينفذها هو ريزنك تو أباور اللي هو الرفع للأسس يعني أنا بالجملة البرمجية لو كان عندي مثلا هنا رفع إلى أس مثلا هاي الأربعة بالماطلب الأس هو هذا يسمو الكارت الأس خلي نقول اثنين هذا الكارت اللي هو مثل المثلث هذا يسمو الرفع للأس هذا أول شي يعني إلى الأسبقية رقم اثنين بالماطلب يعني هنا أنا من يجي الماطلب يشوف اثنين على أربعة أس ثنين ما راح يجي يقسم الاثنين على أربعة وبعدين الكل يرفع للأس ثنين لا ينفذ الأربعة أس ثنين وبعدين ينتقل إلى عملية القسمة واضح يجي ينفذ الأربعة أس ثنين يلا ينتقل فيما بعد إلى عملية أو قسمة هذا اللي نطلق عليه الرفع للأسس إلى أسبقية كلش عالية فهنا اللي رح يقول أربعة تربيع اللي هو 16 بعدين يقول اثنين على 16 مو يجي يقول اثنين على أربعة نص والنص يرفع تربيع لا يجي ينفذ يعني كل شي بأسس كل شي بأسس هذا هي نعم لا يجي بس الأربعة مو الكسر يعني هاها السام عملية يعني الاثنين على الأربعة هي عملية قسمة فأكو عملية قسمة بالموضوع وكو عملية رفع للأسس فهو ما يجي يحسب الكسر وبعدين يرفعها للأسس لا يجي أول شي يرفع للأسس وبعدين يجري عملية القسمة هذا نقصد بها أسبقية عملية الرفع للأسس لها أسبقية على القسمة واضح؟ تخلي MUSIC بين القواص تخلي هذا باللب بالقص الantalus بهذا نح نحن مطاق تخليвинه بنص وملائك بأن العس십 بين الغواس نسبه الأجزاء و wives نسبه الأول لشالم ت glo surf في جنال نسبه الأجزاء و تريد لأن العشار أولو ثانيا و عملية الرفع للأسس ثالثة عملية هي شنو؟ عمليات الضرب والقسمة أوكي اللي هو multiplication or division whichever is first from left to right يعني هو من يجي يشتغل من اليسار لليمين أوكي فمن اليسار لليمين ورما سوى ما بين الأقواس ورما رفع الأسس يجي دور على القسمة والضرب وهنا يبدو التسلسل المنطقي أي شيء على اليسار قسمة وضرب ينفذها بالبداية يعني له هنا مثلا ما كان هناك أقواس أوكي أوكي وهناها مثلا قلنا نقول ما كان هناك أقواس فيجي شيء سوي أول شيء أول شيء قلنا يجي ما بين الأقواس 100 على الأربعة بعدين يرفع للأسس 2 يجي هسا شيء ينفذ ينفذ الضرب من اليسار إلى اليمين فما يروح على 3 في 9 أول شيء يضرب 5 في 5 يتحرك من اليسار إلى اليمين مثل الإيجليزي 5 في 5 25 يجي يشوف زائد زائد ما ينفذها زائد أخير عملية زيان وطرحها ما ينفذها وين يروح يروح على عملية الضرب الأخرى اللي هي 3 في 9 فيسوي الخمسة في 5 بعدين 3 في 9 وبعدين يكمل بقية العمليات فالعملية الأخرى اللي هي عملية الضرب أو القسمة يعني لو كان هناك مثلا قسمة بالبداية خلنا نقول خمسة خلنا نقول على يعني مو قلة خمسة خلنا نقول خمسة على مثلا 2 أوكي فينفذها وشي 5 على 2 بعدين يروح يضرب 3 في 9 أوكي القسمة والضرب لهم نفس المرتبة يعني بين اليسار إلى اليمين ياهو تجي بالبداية ينفذها بالبداية واوة آخر شي ينفذها هو عمليات الجمع والطرح أوكي أيضا الجمع والطرح أدشن أو سبتراكشن وشي 5 فيرس فرم راية ليفتو رايت اللي هم نفس يعني خلنا نفس المستوى فهنانا يعني من يجي يعني خلنا نقولها سبل أقواس أوكي لنقول المعادلة ما أتنبه الصيغة شرح يفهمها البرنامج يجي أول شي لا ماكوا أقواس فينتقل المرحلة الثانية الرفع إلى أس فأول شي ينفذها أربعة أس اثنين وكي يطلع ستة عشر فكأنه أس ها عندي هنا ثنين على ستة عشر يجي شي ينفذ هسا مو ينفذ الجمع والطرح لا يعني مو يجي يجمع الاثنين ويالاثنين لا يجي شي يسوي خمسة على اثنين باعتبار قسمه وضرب هذا ينفذها بالبداية يضرب ثلاثة في تسعة ويخلي على صفحة فيصن عندي ناتج الخمسة على اثنين في مكان والثلاثة على تسعة في مكان الأس أصلا هو حسبه يجي هم عمليات قسمه ثنين على الأربعة تربيع همي حسبه فمن نتيجة آخر شي شو بقى عندي يبقى عندي ثلاث حجود هذا الحد الأول والحد الثاني كله والحد الثالث يجي عاد يجمع الحد الأول ويالثاني ويطرح من عندهم الحد الثالث وآخر شي تكون عمليات الجمع والطرح راضح شباب هاكو سؤال على هذا الموضوع هي هذا النقصد به يعني الأسبقية العمليات الرياضية نعم آه يقول هنالطالبين خلي نقول له أدمت أدمت أوكي نزل نرجع إلى نعم شوى العيني مدى أسمعك هي للصباح هايا بس إذا أكو واحد مسائل يريد يحضر يعني ما عندي ما لعاني راح تعاد مرة ثانية بس بدون تسجيل ساعة 4 ونص أوكي شباب للجماعة المسائل يعدهم مثلا ارتباطات وما يقدر يحضر صباحا لا قلناها سابقا نعم هنا أنا أكو ملاحظة نتبع عليها The number of parentheses عدد الأقواس must always be even because they must be used as pairs دائماً هنا عدد الأقواس من أفتح أفتح قوس في معادلة رياضية دائماً لازم أكو قوسي سده أوكي مو أجي أفتحه وما ينسد دائماً تجي الأقواس مزدوجة من أكو فتح القوس لازم في مكان ما أسد هذا القوس حتى القوس يحصر لي لأن دائماً يحصر في الشيء بالقوسي أوكي يعني القوس واحدة ما لا معنى هذه تنتبه لها فدائماً من تجي تعرف أنت معادلتك صحيحة من حيث عدد الأقواس عدد الأقواس لازم يكون زوجي يعني 2 4 6 8 ما يصير تجي تحسب معادلة رياضية بها مثلاً خمس أقواس أو بها ثلاث أقواس معناها عندها غلط لو عندها قوس زايد لو عندها قوس ناقص انت ناسي تكتبه هاي ننتبه لها نجي مثلاً هاي المعادلة يعني هاي ممكن تكون سؤال مع الانتحان write matlab code اكتب برنامجاً بالmatlab to evaluate لإيجاد قيمة the following equation المعادلة الآتية for any values values of of x for any values of x فجايب لك هنا معادلة ويقول لك اكتبها بصيغة بحيث كفالد زيان matlab اوكي write matlab code to evaluate يعني اكتب برنامج code يعني برنامج أو program بالmatlab to evaluate لإيجاد قيمة المعادلة الآتية لأي قيمة من قيم x طبعاً هنا أنا مني جدائماً من اكتب برنامج أول شي يجب باننا إنه البرنامج من يش بتكون من جزء لإدخال البيانات وجزء لمعالجة البيانات وجزء لطباعة البيانات كلفة أجزاء المنطقية اللي احنا درسناها نجيس بالبرنامج ده يقول بالبرنامج يقول for any values of for any value المفروض نقول for any value of x يعني الادخال ما تي ماذا يحدد لك يعني x شنو إش قات قيمتها فبني دائما بنقول لك for any value of x طريقة الادخال ماتك تعتمد على الإعاز input إعاز الادخال input فنجي بالبداية نكتب البرنامج clear clc وانجي نقول x x يساوي الـ input تكتب بها الصيغة نفتح قوسين وداخل القوسين نخلي two single quotes وداخل نخلي ملاحظة للمستخدم نقول enter the value of x نجي هنا ندخل القيم مالتنا طبعا هنا بما أنه المعادلة طويلة أنا أقدر أكتبها كلها كمعادلة ويقدر هو البرنامج ينفذها مرة واحدة ويتبع تسلسل العمليات الرياضية بس هنا أنا رح أجزئها حتى شنو نصر جملة طويلة وتحميني أيضا من الوقوع في الخطأ فرح أعتبر هذا التيرم الأول هو a رح أسميه a capital الآن من عندي والتيرم الثاني على تيرم الأول a capital والتيرم الثاني رح أسميه b capital والتيرم الثالث رح أسميه ce capital فنجيس على التيرم الأول التيرم الأول يش بيه بالبسط ببسط ومقام البسط هو اكستر بيع ناقص واحد كلها مقسوم على اكستر بيع زايدا واحد فش لازم أكتبه بالماتلاب لازم أخلي البسط بين قوسين والمقام بين قوسين لأنه وإذا ما حطيت البسط بين قوسين والمقام بين قوسين راح يجي يقسم يقسم الواحد على X تربيع وهذا الX تربيع بالبداية راح يصير حد وحده والواحد اللي هنا يصير حد وحده فالمعادلة راح تتنفذ الطريقة خاطئة راح يفهم البرنامج مثل ما أنا يريدها في الصيغة بصيغة أنه أكو حد بالبسط وX تربيع ناقص واحد وحد بالمقام X تربيع زادا واحد فحتى توصل البرنامج أنه أنت تريد هذا كله بالبسط الـX تربيع ناقص واحد وبالمقام X تربيع زاد واحد لازم تخلي البسط بين قوسين ولمقام بين قوسين تخلينا البسط بين قوسين والمقام بين قوسين أهنان التربيع ما حطيتها بين قوسين لماذا؟ لأنه الرفع للS إلى أسبقية عن ناقص يعني البرنامج مرح يجي يقول 2-1 وهذا 2-1 يرفع للـX مرح يسوي البرنامج لأنه حسب ما ذكرنا أنه الـS أسبقية كلش عالية تسبق عملاء الضرب والقسمة والجمع والطرح فأوتوماتيكية البرنامج رح ينفذ الـ X تربيع وبعدين يجي يطرح الواحد وهو هذا الشيء اللي يريده أنه X تربيع ناقصا واحد نفس الشيء بالمقام برنامج بالبداية رح يسوي الـ X تربيع وبعدين أيضا يضيف الواحد فرح يجي البرنامج ينفذ ما بين الأقواس القوس الأول وما بين القوس الثاني ويجي أخير شيء ينفذ عبنية القسمة واحد يقول لي زين هنا وقت القسمة تسبق الطرح صح تسبق الطرح والجمع بس الطرح والجمع هنا صار ظن القوس فالبرنامج ينفذ كل شيء داخل القوس بغض النظر الأسماقية للعمليات اللي خارج القوس واضح؟ فكل شيء داخل القوس ينفذه وبعدين ينتقل للشغلات اللي خارج القوس فبه الصيغة البرنامج رح يفتهم أنه أنت تريد توصل له الحد الآتي الحد الأول نفس الشيء يصد الحد الثاني رح أقول لي X تلاثة ناقصاً X زائد X زائد 2 الكل هذا الشعق اسمه على جدر التربيعي للX تربيعي ناقصاً واحد طبعاً جدر التربيعي تقدر تدقول X 2 ناقص 1 أس نص ولكن أكو دالة built-in function دالة مدمجة بالمالكلاب تكتر تستعملها مباشرة وينصح باستعمالها بالبرمجة هي الدالة SQRT فالSQRT يعني هو سكوير روت نتكتب SQRT هذا يعني عاز برمجي أو دالة برمجية جائزة للاستعمال وتفتح قوسين فالبرنامج هو أوتوماتيكي أي شيء بين القوسين راح ياخذ للجدر التربيعي أوكي فهذا إذن اللي بالمقام هو الجدر التربيعي للX تربيع ناقصاً واحد حصلنا الحد الثاني اللي هو الحد بي بقى الحد الثالث اللي هو سي كله راح أخذه هو الإشارات مالت حتى لا يعني يصير عندي قطأ بالإشارات فالحد سي هو ناقص X تربيع زائداً X زائداً واحد فالناقص هي فقط للX تربيع مثل ما وارد هنا أوكي عفوا والزائد X وزائداً واحد أصبح هذا هو الحد الثالث هذه الجسم مباشرةً أجمع الكلف حدود الأول والثاني والثالث حتى حصل على قيمة ال-Y فهذا الجزء الأربع معادلات مثل جزء المعالجة بالبرنامج شبقها بقى عملية طباعة النتائج هنا أنا بالنتائج راح أستعمل طريقة جديدة سأعلمكم عليها اللي هي مو بالدسيكلي وإنما لدينا إعاز آخر هو الإعاز F-Print F F-Print F هو إعاز يستعمل لطباعة يتحكم بها المستخدم طباعة يتحكم بها المستخدم لنساعدة ليجي البرنامج خلينا نقلة نسوي لها Copy وننقلة للماتلاب حتى نشوف شوان يتنفذ Ctrl-C ونروح للماتلاب طبعاً هنا راح نكتبة مو بالمنطقة Command-Window وهن نكتبة نكتبة بالإدتر فنروح لإدتر وبالإدتر ورح أقول لها Ctrl-V ننتظر شوية إلى النسخ النسخ عندي البرنامج بالإدتر ورح قد فراغات تقدر تقللها فراغات هاي الزايدة اللي كتبت لأنه أصلا بالوردان نتتارك فراغات فنقدر هاي وحدة وحدة نجعلها نلغيها الفراغات حتى تكون طبعاً هنا هو لأنه طابعة بالورد فشوفوه من عندها ضايف فراغات هواية تقدر تتبدون فراغات ولهذا المعادلة طالعة طويلة هي مو طويلة المعادلة بس بها فراغات بها اللي أحرف طبعاً هذه الأشياء الحمراء مدى يفهمها الماتلاب لأنه هذا الناقص اللي بالورد مو نفس الناقص اللي بالماتلاب فحذفها وقتها مرة ثانية هذا يفهمها الماتلاب كل شيء أحمر أحاوله إلى أسود يعني أكتبه مرة ثانية هاي انتبع عليها من تنقل في شيء copy paste من الورد للماتلاب بسه الماتلاب أصبح يعني مفهوم النص الماتلاب أو برنامج الماتلاب مفهوم من قبل البرنامج فأسه مرة راح أجي أنفذ البرنامج أقول له run راح يطيني أسا جهة الخزن بالبداية أوكي خيقول لي وين تتخذنا مش يتريد اسمي راح أقول له أخذ لي هكا العادة بالدسكتوب راح يكون قدامي ونطيفة اسم مثلا خلي نسمي دالة مثلا خلي نقول دالة fraction كسور يعني أو دالة كسرية fraction راح يقول لي enter راح يقول لي مو هذا الفولدر العفو اللي تخزن بي انتظر شوي الان هقول له change the folder يعني ما يخاف اخذنا على الدسكتوب راح يجي ينفذ البرنامج في راح يجي ينفذ البرنامج ينفذ الجملة الأولى شكاتب لاني بالإنبوت enter the value of x طلعت لنفسه enter the value of x ويساويوا إياها عن طيقه يقيم الx مثل طيقه ثلاثة وبقول له enter أوكي فبراح طيقه ثلاثة وبقول له enter فراح يجي هنانا أكفت شي خطأ بالموضوع شنو الخطأ بالموضوع انه هنا ال f print من كتبة تكون صح أوكي هاي ال f print بتشوفوها طاعة بس print هي لازم f print f هس f print f هس نكتبت بسريقة صحيحة عشانة ال f اللي بالبداية طاعة ال f هسا أقول له مرة ثانية run راح أقول له ثلاثة وانطي enter فراح يطبع لي الشي اللي اللي أريده طبع لي الثلاثة وطبع لي ال y اللي هو 4 و 0992 ليش طبعها لاني الظاهر ما كفت الشاشة فنزل لي جوه أوكي هنا لو قللها شوية طب طبع بسطر واحد إذا أقول له run مرة ثانية نلطي ثلاثة إذا ينزل سطر آ أوكي بس نجسة أسا أقولكم ليش إذا ينزل سطر ال f print f هنا هي دالة تستخدم لعمليات طباعة أتحكم بها لبعدد المراتب التي بعد الفارزة يعني هنا by default by default ودائما لو أستعمل ال discipline يعني هذا اللي غيته مثلا الآن سألغي موقع شوان ألغي موقع تخلي هنا وتروح على هذا comment تشوفها هنا هناك comment يعني حول إلى ملاحظة عندما ندوس comment راح تحول للأخضر وتطلح هاي العلامة اللي علامة النسبة المئوية أو تكتبها بيدك في كل الحالتين هو راح تصير أخضر معناها هذا كأنه اللغة موقعا بعد ما يتنفذ أوكي أبمو كان شو راح أسوي أبمو كان راح أكتب display اللي هي الأمر اللي احنا ما أخذيه سابقا display وبالـ display راح أقول لها x y أوكي شوف اسمنا كله هي شي وأجي أنفذ البرنامج شوف هنا أنا بالـ f printf طبعا لثلاث مرات بعد الفارزة لأنه أنا قلت يطبع يطبع أربعة فمن كلها run وهما ألطي ثلاثة يطبع لي دائماً أربعة مراتب بعد الفارزة by default أوكي بالنمط الافتراضي للبرنامج فهي هنا بالـ display هاي الـ display ما تتيح لي التحكم بعدد المراتب اللي أطبعها ولا تتيح لي هاي المسافات يعني بين رقم ورقم إشغال أترك أو بين الرقم الأول وبين حافة الشاشة هاي كلها ما أقدر أتحكم بيها بالـ display فالدالة المطورة أكثر اللي تتيح لي مكانيات أو تنطيني حرية بالطباعة هي الدالة f-printf شون تشتول f-printf أسا أقولكم نجي أسا نلغي الـ display خليها مع علامة النسبة المئوية اللغة واجه أفعل f-printf من تجي تطبع الشي اللي تريد تطبع تخليه بالنهاية يعني سموح حطينا وياة display بين قوسيا مربعات x-y هنا منها راح تحط بين قوسيا مربعات x-y بس قبلهم شحط وإيضا لكوا قواس دائرية مثل ما موجود بالـ display يعني هو كل أمر برمج بالـ matlab الـ display f-printf الـ input كل أمر الماتlab تقريبا تشتغل وياة شنو وياة قواس دائرية فحطيت القوس الدائري وحطيت الشي اللي يريد تطبعه وخليه فارزة هاي الفارزة هناك أمرقم أرد أطبع أرد أطبع من أطبع x-y راح أخلي قبل الفارزة صيغة الطباعة صيغة الطباعة صيغة الطباعة شو تقول خليه أمسح هذا الشيء ناخده بالتدريج الشيء اللي مهم بيها بصيغة الطباعة يعني إنه تكون بين two-quotation marks لأنه فالشيء هنا بين صوص صيغة الطباعة أوكي فرح أخلي أول شيء two-quotation marks هاي واحدة وهاي الثانية أوكي فهاي two-quotation marks هو راح أخلي بيهم صيغة الطباعة أو طريقة طباعة ال-x وال-y زين شعندي عندي x-y إذا أحتاج قانونية للطباعة أو أحتاج وصفتين وحدة تشتغل على ال-x وحدة تشتغل على ال-y صيغة الطباعة دائما تبدأ بعلامة النسبة المئوية أوكي فأحتاج علامة النسبة المئوية لل-x وعلامة النسبة المئوية لل-y بعد النسبة المئوية أشراها أحط عدد المراتب الكلية لل-x كم مرتبة أريدها لل-x خمس مراتب وكم مرتبة تريدها لل-y أيضا خمس مراتب أوكي نجي هسا أخلي ال-point هاي ال-point اللي لل-x وهاي ال-point اللي لل-y شي أحتاج بعد عدد المراتب العشرية لل-x لل-x مثلا أطبع صفر مرتبة عشرية ما لدي أي مرتبة عشرية بال-x بس بال-y أريدها أحط ثلاث مراتب عشرية أوكي بعدين شي أخلي رح خلي هذا حرف ال-f اللي هو يشتغل بالحالتين f هنا و-f هنا أوكي صارت عندي يسا وصفتي للطباعة وحدة تشتغل على ال-x ووحدة تشتغل على ال-y الفراغات اللي هنا لأتركها تترجم مباشرة على الشاشة يعني هنا إذا حطيت فراغ واحد رح يبقى هنا فراغ واحد وتبدي الطباعة إذا حطيت هنا مثلا واحد نين ثلاثة أربعة أربع فراغات هاي الأربع فراغات تترجم مباشرة للشاشة من أخلص شو أقول لي أقول لي أنزل سطر حتى الكيرزر يعني إذا مثلا عندي عبارة طباعة أخرى لي جوه فأخلي backslash و-new يعني شنو أنزلي إلى سطر جديد أنزلي إلى سطر جديد هسا هاي من أجل نفذ البرنامج رح تتبع لي تتنفذ لي الوصفة الطباعية اللي حطيتها بين توك وتيش ماركس فمن أقول لي run وأنطي ثلاثة وأنطي enter هنا خمس براتب عشرية أول شيش اشترك ترك مرتبة من حفظ الشاشة تمر منها حفظ الشاشة من الكوتيش مارك ترك مرتبة بس أنا نعطي خمس براتب زين الثلاثة هي مرتبة واحدة فهو رح يستعمل مرتبة والأربع مراتب رح يصير زايد خير فهنا هاي أربع مراتب هو عافة لأنه أنا نعطي يعني أكثر من المراتب اللي يحتاجها رقب ثلاثة نعطي خمس براتب خمس أرقاب يعني ممكن أطبع لي رقم بخمس أرقاب يعني مثلا خمسين ألف واربعمين وعشرين رقم بخمس أرقاب فأنا نطيتها من عندي زايد فهذا الشيء زايد يترجم إلى فراغ وأصلا أنا تارك فراغ فأصبحت هنا خمس فراغات يلا طبع رقم ثلاثة جينا بين الرقم الأول اللي هو الأكس اللي هو الثلاثة اللي أنا دخلته وبين الرقم الثاني الواي كم مرتب فراغ تارك كان هنا وصفة الطباعة أربع فراغات الترجمة هنا الأربع فراغات بين الأكس وبين الواي جينا على الواي أيضا خمس مراتب قلت له استعمله فالخمس مراتب هي هياته هاي الأربعة المرتبة والفارزة أخذت لها مرتبة وثلاث مراتب عشرية فمجموع مراتب الواي هو خمس مراتب ثلاثة من عدها عشرية واحد عدد صحيح واحد للفارزة العشرية فهذا النقصة بيه خمس مراتب كلية وخصص ثلاثة من عدها لبا بعد الفارزة أوكي يعني هسا لو زيت الفراغات هنا ونفذت شوف هسا الأربعة تسحف لليمين يعني هما أقول له هذا الطيهم ثلاثة شوف الأربعة زحفة لليمين أي شي تكتب في وصفة الطباعة يترجم هنا يعني هلسا هنا أنا أريد أن أضيف ثفة فايلزة العشرية للأكس أيضا يعني مو مو صفر فايلزة عشرية أريد أن أقول له ضيف ثفة فايلزة واحدة للأكس شراء أطلع طلع ثلاثة بوينت صفر يعني سأبنا نبدأ مرة ثانية وأنطي ثلاثة شراء أطلع ثلاثة بوينت صفر وهاي مو قد أجي للواي مثلا أقول له ست مراتب عشرية زيان بس نعمل من أنطيه ست مراتب عشرية للواي هذا العدد الصعي ما يصر أبقي بعد خمسة لأنه هو أساسا ست مراتب عشرية والفارزة ما أخذت لها مرتبة زيان وهذا يراد لعلى أقل مرتبة فعلى أقل هذا أطيه مثلا ثمانية زيان العدد المراتب كلية لازم يكون أكثر من العشرية شوف السراء أطلع عندي مراتب ووايا بعد الفارزة من أجي نفذ هسا زيان وانطيه ثلاثة شطلع عندي باوع كم مرتبة ست مراتب عشرية وانطبعت لأنه أنا قلت لأطبع لي ست مراتب عشرية نعم تفضل اي شبيها انت باوع هو دائما الرقم هو خاصة للرقام العشرية بها عدد بالع نهاية من الفوارز اوكي بس احنا ما نحتاجها كلها احنا نقول لها طلع لي بس أربعة مراتب طلع لي ثلاث مراتب انت الدقة اللي تريدها بتعرف شنو يعني يسا هذا حطة مثلا خلي قول عشر مراتب وهنانا خلي لي 12 مرتبة اوكي راح تبع لك واش قلت تريد الدقة هو البرنامج نفذلك ما عنده بانع شوف يطيك الدقة اللي انت تريدها بس هاي انت ما تفيدك كلش يعني هاي الأرقام اللي الدقة الكلش عالية انت الى حد هناك كافيك اربعة وتسعة وتسعين يعني تقريبا خمسة اوكي مثل فهي كلها مراتب يعني فانت انت الشي اللي تريدها هو البرنامج التمعلكيات يطيك الدقة عالية قل لها انطيني مراتب يعني عادتها كثير بعد الفارزة ماضح نعم تفضل تفضل شوف عين احنا نسمي المراجب تسوينا ادنا معادلة رياضية اللي هي ايه هاي المعادلة قبل شوية اخذناها بالمحاضرة اللي هي هاي هاي المعادلة الرياضية ردي حسبها اوكي فاي معادلة يعني دالة رياضية ومعادلة الدخل اكس تحصل واي صحيح صحيح فهذا هو حسن انا نفذ بالماتلاب ادخل قيمة اكس اي قيمة للأكس حتى حصل قيمة واي فانا من جينا على الماتلاب اول شي طريقة ادخال الأكس الشورح اوصل للبرنامج هنا للأكس ما محدداني قيمته فمن ما احدد قيمته دائما استعمل طريقة الامبوت اقول لأكس يساوي امبوت اكس واضيف قيمته بعد الرن يعني مو بالبرنامج اقول لأكس يساوي ثلاثة بعد الرن من نفذ البرنامج امطي قيمة اكس اقول لأكس يساوي ثلاثة او اربعة او اثنين او شوف شريداني قيمة اكس يجي هو رح ياخذ هاي قيمة الاكس اللي اخذتها وطبقها بالمعادلة المعادلة طبعا مكتبتها بسطر واحد جزيتها الى ثلاثة اجزال هي معادلة طويلة قسمتها لأي وبي و سي وبعدين جمعتهم فبالناتج هي هذا الواي اللي رح يقلع هو نفس هذا الواي اللي موجود عندي بالمعادلة اللي بالسؤال اوكي ووالدك فيجي انان انت تدخل قيمة اكس دخلنا قيمة ثلاثة يجي يحسم يحسم القيم واي فبلها ثلاثة تطلع قيمة الواي اربعة و تسعة و تسعين و كذا اذا ادخل غير قيمة يعني مثلا ادخل غير رقم سبيلا رن وتدخل الاكس مثلا واحد و نص اوكي ستطلع غير قيمة اطلع اربعة و عشر اوكي دخل قيمة سالبة مثلاً هذا قلنا مثلاً ناقص 5 طلع طلع الواي غير شيء طلع ناقص 52 فأي قيمة الدخل للأكس تبطيك القيمة المكافئة لها من الواي وراء ما حسبناها جيداً أننا ضضمنا عمليات الطباعة ثلاثة دقة عالية خلي مراتب عشرية هواية بعد الفارزة ثلاثة دقة متوسطة خلي مثلاً بس 3 مراتب وهذا خلي مثلاً 5.3 حتى لا أخذ مجال هواية وهذا ما تحتاجه أنت يعني فخليه الصفر يعني صفر مرتب عشرية ما راح يطبع أي مرتب عشرية بعد الفارزة فهذه وصفة الطباعة الشيء الرقم الوصفة الأولى تشتغل على أول رقم والثاني على ثاني رقم يعني هاي تشتغل على الـ X وهاي تشتغل على الـ Y فإذا عندك X, Y, Z لازم تضيف وصفة ثالثة كل وصفة ميش تبدي تبدي علامة النسبة المئوية ورقب بـ بـ عدد المراتب الكلي . عدد المراتب العشرية والحرف F اللي هذا موجود في كل الحالات أوكي وصيغة اللي هو Fixed Notation أو Fixed Method يعني طريقة شو نقول للطباعة الثابتة أوكي أسا نجي ننفذها مرة ثانية راح تقل عدد المراتب لأنني قتلك لف مراتب مثلا ننفذها نطي مثلا خلي نقول مو هذا نطي 2 أوكي فالثميين تنطيني قيمة Y 4 و 2 و 19 راح شباب فهذا هو طريقة عمل F Print F اللي هو يعني هو مختصة لFormatted Printing Function أي دالة الطباعة الشو نقول النظامية أو اللي بيها قابلة عن فورماتين عملت الفورماتين بالبرمجة إنها معنايين يعني بالحاسبات بالهاردوير فورماتين يعني مسح أو تنظيم القرص في فورمات للحاسبة يعني أو تمسح تمسح يعني معلومات الحاسبة بس بالبرمجة الفورماتين هو عملية ترتيب الطباعة أو عملية التنظيد أو طباعة نظامية سموها Formatted Printing زي عادي تستعملها بس الDisplay باوي عسا بالDisplay شطيك شوف الفرق هسا راح ألغي الـ الـ F Print F وأفعل الDisplay أوكي باو عسا أنا الـ الـ طالع عا بالDisplay راح يخلي Point تحتوي الـ يعني ما تقول لهذا قل له اثنين مثلا شوف بالDisplay ما ينطيك تحكم وهو من عنده بالDisplay فقط أربع عبرات ببعض الفارزة يعني بالنمط الافتراضي أوكي ما تقدر تسوي أقل أو أكثر بالDisplay طبعا أنت تقدر تطبع الDisplay بوقت واحد يعني تقدر اثنين هم تفعلهم مو مشكلة عبارة تطبع الDisplay وعبارة تطبع الـ فنفس الشي هم ي رابع رن طي ثنين شوف هذا السطر الأول انطبع بالDisplay السطر الثاني انطبع بالـ بس هو نفس الأرقاب هذا اثنين وهذا اثنين هذا أربعة وميتين وثمنتعش Point H شوف هنا لقربها يعني التمنطيك ثلاث مرات بعد الفارزة برنامج همين يتبع نوع من الذكاء يقول لك الـ 218 و18 تقريبا أو 2108 تقريبا 2190 فقربها خلي هاي المكان الـ 88 خليه 9 اوكي يقربوا البرنامج تقول لك هذا هو يقرب لك يعني الحل بس هو نفس الرقم هذا هو نفس يعني هاي X وهذا Y وهذا أيضا X وهذا Y اوكي واضح شباب اي 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 شي تكتب هنا يتنفذ مباشرة بال على الشاشة زين نجي هنا هانا هسا نشوف نكمل ايش عدنا فهذا هنانا الرن نفس هسل سوينا نسوي كمام المحاضرة Enter the value of X تطلع النتيجة 419 طبعا ليش انطبع ليه جوه بصيغة الطباعة اكو امور اخرى تقدر تخليها اللي هي slash T و slash N slash T N قلنا تنزل سطر slash T تقدر ش تسوي يعني يسا هذا خليه نفذه مرة ثانية بس بل اتنين Enter انطبع واحد اتنين همتا واحد جوه لاخ ش تسوي الغي واحدة من الوصفات يعني خليهم اثنين هم بيون point اتن مقايل اهنان slash N هو اش راح يساوي ينزل سطر ويعيد طباعة الوصفة يعني مرة يطبع ال X ومرة يطبع ال Y اوكي فيصير واحدة جوه لك اذا خليت وصفة واحدة يكررها عن رقمين بس يطبع واحد جوه لاخ دين تقول لها انزل سطر يعني اطبع الرقم الاول لانه استعملت وصفة واحدة اذا ما تخلي ال هذا يطبع واحد يمن الاخ لما تقول لها انزل سطر اوكي فشي يطبع الرقم واحد يمن الاخ ويجرز يصغر هنا مو جواهم لما قتله انزل سطر تقول لها انزل سطر تقدر تقول انزل سطر الاخ اس راح يزل سطر سطر سلاش ترك سطر تقدر تخلي سطر فارغ قبل الاثنين فتخلي سلاش ان او باك سلاش ان قبل الطباعة فرح يترك لك فالسطر فارغ ما بين الانتر وما بين الاثنين قبل بيبدي الطبع باوع انين شوف ترك سطر وهنا ترك سطر ليش انت بوسط طباعة تكلي ترك سطر وبعدين قلت له اترك سطر سطر او ازايد المسافة وهام اترك سطر شوف هسا دولا راح يزحفهم الى اليمين هسا نفذه ويقول اثنين انتر شوف زحفهم اثنيناتهم الى الى اليمين او وهكذا فهو عن طريقة وصفة الطباعة انت تقدر تتحكم يعني عمليات العمليات الفورماتيك اللي اللي عندك او زي فننتقي الى الشي الموجود بعد ايضا مثال الاخر mathematical operations between matrices هنا نجي نتحدث على العمليات الرياضية اللي تجد على المصفوفات هس الى العمليات الرياضية اللي اخذناها تم اجراها بين رقمين يعني طين اكس حصلنا واي او 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 فنشتغل هاي الارقام المفرد يسموه scalar او كي باعتبار هي رقم مفرد المصفوفات يطلق في بعض العلي اسم vector operations اللي هو لانه اكثر من الرقام مثل vector هو مجموعة من الرقام او متجه فهنان يقول لك وانا mathematical operation is carried out between two matrices the number of their elements must be identical دائما منتج العملية بين مصفوفتين يجب ان يكون عددهم متساوي اوكي بيصير مثلا تضرب تجمع مصفوفة بها عنصرين وهي مصفوفة بها اربع ناصر لازم الاولى اربعة والثانية اربعة او مثلا تضرب مثلا عنصرين مصفوفة اربع ناصر لازم ايضا عدادهم تكون متساوية احنا بهالمرحلة اللي همنا دائما element to element يعني تضرب عنصر بالعنصر المكافئة يعني الاول عنصر بالمصفوفة الاولى تضرب باول عنصر بالمصفوفة الثانية ثاني عنصر بالثاني وهكذا هذا يسمونا element to element فدائما هذا element to element شنخلي نخلي dot operator قبل عمليات الرفع للأس والقسمة والرفع للأسس يعني خلنجعل matlab خلنطق هنا على يعني بدون برنامج قلي نقول بالبداية نظف الشاشة clc مثلا لدينا مصفوفة اولى x يساوي لي 4 ارقام عشوائية 2 5 6 8 والمصفوفة الثانية y ايضا مصفوفة عشوائية مثلا 3 ناقص 4 ناقص 2 و مثلا 1 اوكي هسنا انا منعيد اضرب المصفوفة الاولى بالثانية بحيث الثلاثين تنضرب بالثلاثة والخمسة بالناقص 4 فاقدر اول شي يعرف بتغير جديد اسم z فاقول z يساوي لي x في y بهالصيغة ما يشتغل x في y ونقول enter فاعد انطيك error اوكي يقول لك بعاد المصفوفة لانه هذا في الوحدة ما يعتبر ضرب يعني ضرب المصفوفات ادخلنا بغير اتجاه الشي اللي اريد اللي تنفذ لانه element by element لازم تخلي لها dot operator فاشت تقول z يساوي x نقطة dot وبعدين تحط الفي وبعدين تحط y هسه ما راح تنفذ هيتش راح ينفذ لك في يجي باوع الاثنين في ثلاثة هو ستة والخمسة في ناقص اربعة هو ناقص عشرين والستة في ناقص اثنين ناقص اثنين والثمانية في واحد هو ثمانية اوك فنفذ الشي اللي يريد اذا يستمع عمليات قسم نفس الشي مثلا W يساوي x dot على y اوك مو بس على اذا بنت نفذ راح ينفذ لك الشي اللي ارت اوك يعني اللي هو راح نقسم اثنين على ثلاثة ثلاثة هو point six six يقسم الثاني على الثاني اللي هو خمسة على ناقص 4 واحد وربع ناقص واحد وربع وهكذا اوك فلان ما تخلي يعني سيضا نكتب الx مرة ثانية والy مرة ثانية اذا اقول لأ اس راح اقول مثلا ان يساوي لي خلي نقول y اس x ايضا تقول y dot اس x اوك هنا يجينا في العملية ثلاثة تربيع الاول واس الاول اطلع تسعة الثاني ناقص اربعة اس الثاني اطلع رقم شبير ناقص الان 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 واحد اس الثمان هو واحد اوك اذا تقول لي n يساوي لي y واس بدون dot ما يشتغل عندك رايس نقول لك ارار نقول لك ارار لازم تخلي واغ واغ اقترع لك dot والpower dot اس power اوك لانه هذا العملية تعم تفضل مصفوفة جيا اسم اتش شنية شنساوي لي شنساوي لها اي عادي واي قل dot dot اس مثلا شتري اس جد اس تربيع مثلا اي اس تلاف وبعدين اجمع حوية شنو ويال x عادي يشتغل يطلع عندك الرقم اوك يجي هذا y ياخذ رقم رقم اي اذا الى رقم واحد عادي يشتغل حتى مرة بلا dot يعني مرة حتى بلا dot يشتغل لانه رقم واحد لا والله ما اشتغل هم باور اي مو ازان فهنا لك انه يجي y قيم y ثلاثة ثلاثة أس ثلاثة ثلاثة أس ثلاثة فطلع 29 لا ثلاثة 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 6 ثلاثة ثلاثة 9 ثلاثة 27 جمعوا اياها الx الx هو اصلا ثلاثة اي مو ثلاثة وين الx لا فوق لي فوق جمعوا اياها ثلاثة 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 29 ثلاثة 29 فعادي ينفذلك مثل ما انت رتن اي اي اكو بعض السؤال شباب فدائما من عندك مصفوفات بها اكثر من الرقم يعني مو عدد واحد استعمل قبل عمليات الضرب يعني قبل اشارة الضرب اللي هي المثلث استعمل ال .operator الناقص وزاد ما يحتاج الناقص وزاد ما يحتاج تخلي قبل .operator نزيل هسا عدنا نافع المثال ممكن واخذي يعني هاي نمط اشارة الانتحال اللي ممكن تجي write matlab program اكتب برنامج المتلاب to display a matrix of five rows and four columns اطبع اكتب برنامج المتلاب اللي اظهار مصفوفة بها خمسة أسطر five rows وأربعة تعمدة four columns where the rows represent تمثل الأسطر the output values of addition subtraction product and division and raising to a power تمثل هاي الأسطر نواتج عمليات زين الجمع والطرح والضرب والقسمة والرفع للأس all of the five operations are carried out between a matrix containing four identical numbers two four instance and the matrix having four arbitrary numbers اوكي يعني نالش دايريد دايريد باعو دائما برنامجة السؤال يكون طويل والحل ما تيكون قصير نشبيا يعني فواحد تطول خلو بشوية للسؤال هنانا دايريد انه قيم ال-X اوكي اول مصفوفة هي قيم اه قيم اثنية تكون اوكي يعني هاي العمليات كلها اجراءها بينها مصفوفتين مصفوفة كلها ارقام اه شو نقول اه متشابهة كلها اثنيانات اثنيان فور instance يعني اه كم سطر احنا قلنا قلنا هو اربع سطر او عفو كم عمود اربع عميدة وانا يقول اربع عميدة متمام فور كولومز الى اربع اثنيانات اوكي هاي الاربع اثنيانات زين والمصفوفة الثانية هي اربع ارقام عشوائية اوكي فور arbitrary numbers فبينتهم نجري يعني العمليات الخمسة اللي هي عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة والرفع الاس بين المصفوفة والاثنيانات وبين الارقام العشوائية الناتج رح اخلي كلهم في مصفوفة واحدة مكونة من اه اربع اصطر اعفو خمسة اصطر واربع عميدة واضح شون يعني مثلا نجري ننفذ البرنابج اوكي خلنشرع وبعدين الكتبه نجري كلير clc هذة من الكتبه اكس احعرف مصفوفة او ذات سطر واحد اتنين مكونة من اربع عقام اثنين فاستعمل لعاز وانز اللي اخذناه في مهاز المحاضرة السابقة قلنا بنكتب وانز وقل واحد اربعة رح اولد لمصفوفة بها الارقام واحد وهي ذات سطر واحد واربعة تعميدة اوكي سطر اربعة اميدة يعني سطر افقي واحد كل واحدات ذلك الواحدات من الحضر من باثنين رح تحولون كلهم قيم الواي هم لازم تكون اربعة ارقام لان رح اجر عمليات بين الواي فالواي ارقام عشوائية الى ثلاثة والخمسة والستة والثمانية اوكي الى اكس هنا هو دا يريد بالبرنامج قيم اكس تكون اربعة ارقام بالشابهة فحتى اولى اربعة ارقام بالشابهة عندك طريقتين تبدأ تدخلها رأسا بلقواس مربعة خلي اثنين 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 اربعة ارقام بالشابهة الطريقة الاخرى انه تستعمل لعاز وانز وانز هو يولد اربع قيم واحد اربع واحدات من نضرب كلهم باثنين فايضا احصل على اربع قيم اثنين فلو هاي الطريقة المهم في كلا الحال تنت راح تحصل اثنين 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 واثنين راح تحصل اربع قيم اثنين اوكي باي صيق فاضع عيني هاي المصفوف هي اي 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 تمثل قيم اكس قيم واي هي اربع قيم عشوائية اله ثلاثة خمسة ستة ثمانية راح اجي انا انفذ خمس عمليات رياضي اول عملية اجمع المصوف اكس وي المصوف واي يعني يجمع الاثنين وي الاثنين وي الاخمس يجمع الاثنين وي الست يجمع الاثنين وي الاثمانية شرع يصير يعني الاثنين وي الاخمس الكلافة خمسة الاثنين وي الاخمس سبعة يصير عندي خمس سبعة ثمانية عشرة ذلك الاخمس سبعة ثمانية اشرة ناتج عمليات الجمع رح يمثلون اول سطر بالمصوفة الجديدة اللي هو يليدها بالبرنامج ثاني سطر بالمصوفة الجديدة شي مثل لي ناتج عمليات الطرح يعني يطرح هنا Y ناقص X يعني 3 ناقص 2 5 ناقص 2 6 ناقص 2 8 ناقص 2 هذه عمليات الطرح نواتجها تمثل لي سطر الثاني من المصوفة الجديدة السطر الثالث ينتج من الضرب ضرب X في Y والسطر الرابع ضرب قسمة الأكس على الواي والخامس رفع قيمة الواي للأكس فذول الخمسة سطر أدمجهم كلهم وحاول إلى مصنوفة جديدة اسمها R فينطبعون واحد جوة للاخ خلي هذا نسوي له نسخ ونقرأ للماتلاب حتى ننفذه فنجعل الاخذه نختارها كلها ونختارها منها ونقل له وننتقل إلى الماتلاب في الماتلاب راح طبعا مو بالكوماند ويندو هنا أنا نضفها الكماند ويندو ننتقل للإدتار وكي هذا الإدتار تقدر كلنا مسحة وكي وكنترول في أنزل البرنامج الآخر تقدر توقيك وتنفذه مباشرة بس عندك هاي ناقص قنا الحمرة تخليه ناقص من الماتلاب بالبقية أعتقد كل نفس الشي لا تختلف شوف هذا الدوت خليه يما حتى يفهمه مرات واحدة ما ينفهم هيكي خليه لازق ويا يعني إلغي الفراغ اللي بين الدوت وبين الضرب والقسمة حتى يفهم البرنامج أسا راح نيجي ننفذ البرنامج بتريد بالبداية أيضا أطبع الـ X والـ Y حتى نقدر نقارن بيناتهم فتقدر تقول لها display X وجوها قلها display Y وجوها أطبع لسطر فارغ display سطر الفارغ لنا شوان نطبعه نفتح قوس بعد نقل quotation فراغ quotation ونسد القوس حتى يطبع لسطر فارغ حتى لا تخبط البصوفة الجديدة ويا القديمة أسا راح أجي أنفذ البرنامج راح أقول لها run راح نفذ العملية اللي يريدتها فهنا ندى اللاحظ هاي المصفوفة X اللي بيها قيام الاثنين والمصفوفة Y اللي بيها الثلاثة وخمسة وستة وثمانية نيجي اسا سطر الأول شو راح صلته السطر الأول اللي هو سميت هنا Z أوكي هذا السطر الأول من المصفوفة R هاي هي المصفوفة R اللي نطبعت فالسطر الأول Z مين هو X زاد Y فاثنين زاد ثلاثة خمسة طبعة الخمسة نين زاد خمسة سبعة طبعة السبعة نين زاد ستة ثمانية طبعة ثلاثة ثمانية نين زاد ثمانية عشر طبعة هذا السطر الأول السطر الثاني شو راح قلنا ننزل السطر خلي مصفوفة الطباعة يعني السادة أندها طبعة الديسبلي R والR هي شنية هي عبارة عن خمسة سطر سطر الأول ثاني ثالث رابع خامس شو راح فصلت بين الأسطر بوضع الفارز المنقوطة مثل ما ذكرنا بالمحاضرة السابقة فانطبع السطر الأول اللي هو Z اللي هو جاي من الجمع السطر الثاني W من جاي جاي من الطرح طرح الY ناقص X ثلاثة ناقص 2 1 خمسة ناقص 2 3 6 ناقص 2 4 وثمانين ناقص 2 6 اللاخ اللي هو the small جاي من عمليات ضرب X في Y فاثنين في ثلاثة 6 2 في 5 10 2 في 6 11 2 في 8 16 الرابع قسمة الـ X على الـ Y ف2 على 3 2 على 5.4 2 على 6.3 2 على 8.4 والسطر الأخير هو رفع الـ Y أوسي الـ X 3 تربية 9 5 تربية 25 6 تربية 36 8 تربية 64 فهنان هاي الخمسة بالمصوفة الجديدة مين جدتي هي نواتج لخمس عمليات رياضية ما بين مصوفتين يعني معرفهم أولا المصوفة X والمصوفة Y أكسوال شباب ما أكسوال شباب ما بيشي هو مجرد تتعود على وهذا هو ناتج جرل نعم تفضل النواتج مع الـ R يعني تشتري دسة ننفذ أي شي قل لي قل لي وأنا سأسويك يا الـ R A هي عادي عرف له متغير جديد انزل بالبرنامج سميه مثلا C capital طرضا يساوي لهذا الـ R زاعدا زاعد شنو ما تقدر ويا الـ X و الـ X عددها مختلف هسا الـ R أصبحت مصوفة مكونة من 5 في 4 مصوفة من 20 عنصر فلو تجمعهم كلهم ويا رقب واحد مثلا ويا عشرة أوكي ممكن ينطيك ناتج وبعدين تقول له discipline C زيان إسا ما تقول له راح يجمع ذول العلاصر كلهم ويا عشرة أوكي فشوف الخمسة صارت 15 التسعة صارت 19 بس ما تجمعهم ويا الـ X واحد وما يشتغل لأنه الـ X 4 عناصر فما تقدر تجمع 4 عناصر ويا 20 عنصر حسنا من تقول له ويا X أوكي راح ينطيك إرار يقول لك إرار ما يساير يقول لك matrix dimensions must agree يجي من أبعاد المصوفة المصوفة الساوي ما يصنع تجمع 24 ويا 20 رقم ويا 20 أوكي هو الرقم واحدة يوزع يعني يجمع ويا الكل بس من عندك 4 رقم وتجمع ويا 20 رقم يعني ما كفت شيء منطقي شون تجمعها أوكي فما يصير ماشي عيني ويا العشرة يصير اي فكسوها لشباب بعد نعم نعم عادي عادي يعني يسا فوق الزت هسا خلي شيء لهذا السيب حتى لت ساعدنا أرقام ويا هذا اكس زاد واي وضيف له عشرة عادي اكس زاد واي زايدا 10 اي عادي فسنة شوف هسا الرقم خمسة سبعة سرعين ضاف لعشرة شوف صار خمسطعش سباطعش سبنطعش عشرين بس السطر الأول ممكن يعني اي السطر لهذا الداقص هم تقدر مثلا نقص نقص من عنده مثلا مية وكي هما شوف صار تخلف قيم سالبة وكي شوف صار تقول قيم سالبة فنبقطع السطر الثاني وهكذا ما شي تقدر تسوي هالعملية نعم بعض سؤال شباب ماك سؤال إذا ما عدتكم سؤال شباب خير إن شاء الله فإلى حد هنا رح ننهي محاضرتنا لهذا اليوم ونلتقي إن شاء الله بكم في محاضرة مقبلة شكرا لأصغاءكم شكرا